من العزاب عم بشوفك تبني امال بالفترة الماضية كنت سعيد في فترة من الفترات وحاب انك ترجع هاي السعادة لحياتك عم بتحاول بكل العم بشوف طاقة بعد عندك بالفترة الماضية كنت تفكر بالبعد اما عن اشخاص او عن الجو المحيط واك انك مليت من الوحدة فانا ويتغير في هذا الموضوع عم بشوفك بتدخل حفلات واجتماعات يعني تحاول تندمج ممكن النية تكون عشان تلاقي ارتباط او تلاقي شخص او تكوين حتى صداقات جديدة مبين عندي فيه شخص ممكن يكون جديد عم يكون عنده فيه كتير طيبة ممكن يكون ناري او مائي او لا او ناري او هوائي اه هذا الشخص ما عم يكون كتير غني لكن عنده ثقافة بشكل مش طبيعي عنده حكمة في المواضيع بكافح طموح اه هذا الشخص عم يبني حياته من الصفر ويمكن انت بتساعده او رح تساعده في الموضوع الشخص عم بتطلع عليك من فترة اه انت عاجبه لكن عم بيكون اه نفسه او عم بيحاول يخلق اول شي صداقة بيناتكم لكنه شخص طيب للغاية اه ممكن يكون شخص شوي كبير بالسن اه يمكن الحكمة جاي من هذا الموضوع لانه كبير شوي بالسن اه مر بكتير اه تجارب وطالع من تجربة من فترة اه فعم بيحاول يلاقي فيك اه مش البديل اه خلص انه اه مل كتير من العلاقات ومل من الخضلان فناوي على ارتباط هذا الشخص يعني مش بس على حب لانه اه من النوع من الاشخاص اللي كلما يدخل علاقة بيكون ناوي على اه جدية هو شخص جد كتير سيريس في الحياة فعم بيكون شخص كتير اه حلو لبرج اه الميزان لان اذا طلع لك هذا الشخص خاصة من برج هوائي اه بتمنى انه يعني توافق او تمشي في هاي العلاقة انها تكون راح تكون الخير لالك اه فيها فيها مستقبل اه فيها توديعي يعني هذا الشخص راح يفرحك كتير وكأنه اه عم بيكون هو فارس احلامك لكن راح ازعل كتير منكم لو ما قبلتوا في هذا الشخص او فكرتوا بس بالمادة اه فاذا بشرة حلوة يعني ورق حلو للعزاب للعزاب اللي ما عندهم ابدا حدا في حياتهم او حدا عم يستنوا خلينا نشوف المتزوجين والمرتبطين اللي مش منفصلين من برج الميزان ان شاء الله يكون حلو يكون الطاقة فيه حلوة عم بك تشوف امرأة كبيرة بالعمر وكأنك عم بتكون معاها مش على وفاق لكن ما في هديك المشاكل الكبيرة يعني عم بيكون في مصالحة عم بيكون في مصالحة مع هذا الشخص اذا للمتزوجين فيه بشرة حمل ممكن تكون او فيه حمل من الاصل وعم يمشي على خير هذا الموضوع فيه نوع من العدل والميزان رح يكون فيها في الفترة تموز لبرج الميزان هذا الكرت الثاني اللي بيطلع معي اللي هو يعني كرت العدل اللي هو تاخد حقك من بعد من سلب منك هذا الحق للمتزوجين عم بتقول خلاص طفح الكيل عم ترسم العلاقة اللي انت بدك اياها في الزواج واكنه مجرى العلاقة ما كان كتير يعجبك لكن عم بشوف فيه فرح وفيه سعادة في اكتر من كرت للمتزوجين الآن ازا ورق حلو كتير للمتزوجين نشوف المرتبطين اللي هما مش متزوجين ومش منفصلين لبرج الميزان ازا لشهر تموز يوليو بالنسبة للمرتبطين ان شاء الله يكون فيه علاقة جدية في الطريق نشوف بالنسبة للمشاعر فيه حب حقيقي من الطرف الآخر فيه اندفاع نحوك فيه اشياء بتجذبه فيك ما شافها بناس من قبل او فيه علاقاته القديمة بشوفك عم بتكب شغلة ورا ظهرك وتتبنى الجديد وتكون مع الشخص الحالي كتير رزين وكتير بتوزن الأمور وكأنك تعلمت من أخطائك القديمة وعم بتطبقها في علاقتك الجديدة عم بشوفك كتير سعيد وخاصة المرأة من هذا البرج من الميزان عم بيكون فيه نوع من السعادة فيه ربيح حواليها يعني فيه بشائر فيه فيه اشياء حلوة ممكن يكون فيه سفر اما للشريك او انتوا مع بعض فيه انتقال مكان عم بشوف الشريك عم بيخطط بس بتنشوف لشو عم بيخطط ان شاء الله تكون خطة حلوة يعني يكون فيه ارتباط ممكن يكون فيه فرصة ارتباط كبيرة ولكن عم بتكون متسرع وأكنك بدك تتزوج وخلص يعني نتيجة عن الملل مش نتيجة عن الحب لكن فيه سعادة فيه فرح في نهاية هاي العلاقة رح يكون من بعد تعب ومن بعد ممكن يكون فيه علاقة ثلاثية انت عم تخلص من هاي التقاط وتمشي لقدام مع الشريك فيه خطوات ثابتة لبرج الميزان خلينا نشوف مثلا اللي هم المنفصلين بتعبانين شوي من الانفصال نشوف فيه رجعة هذا الشهر وقديش نسبة الرجعة وكيف عم بيفكر فينا الحبيب الشخص اللي تاركينه والله مشغول شوي طرف الآخر حاسس بحيبة أمل ممكن القراءة تكون عكسية نغدر من كتير من الأشخاص على مستوى العمل ممكن يكون والعاطفة يعني لأنه مبين كتير فيه فيه جروحات عم بيعاني منها أو عم بيحاول استشفاء منها الشريك عم بيكون فيه حوالي مشاكل ومنغصات اه يمكن الشريك يكون مدمن ممكن يكون مدمن وعم بيخطط انه يطلع من هذا الإدمان وكأنه الإدمان كان من الأسباب اللي بعدت بناتكم ممكن انت عم تاخد قرار يمكن بالموافقة على الرجوع اه او لا في البداية ممكن تكون مقرر الابتعاد لكن اه ناوي على الرجوع للطرف الآخر ناوي على الرجوع وشايفه فيه سعادة عندك وكأنك رح تكون اه يعني رح تكون كتير اه سعيد على فكرة هذا الارتباط ممكن يؤدي الى زواج لكن في الفترة الحالية ممكن يكون فيه رجوع اه 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 ارتباط رح يكون شوي مأجل لبرج الميزان خلينا نشوف اذا فيه علاقة ثلاثية شوف هو كان عم يحكي مع اكتر من حدا اه فيه سبيل انه يتسلى او عشان ينساك مثلا اه لكن عم بيفكر فيك بين الفترة والتانية لكن عم بيفكر فيك بجدية اه لانه انت كأنك انفهم انه يا 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 علاقة جدية وارتباط يا بلا وكأنك كنت اه 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 عم تتعامل معه بهاي الطريقة اخر فترة اه 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 فهو عم بيحسب كتير حسابات قبل اه اه ابل ما يرجع اه 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 وكأنه انت كاشفه يعني كاشف اه كل اللعيبه اللي لعبها قبل هيك وعم بيكون خايف منك لانك انت شفت حقيقته نفسه لكن عم بشوف فيه فيه رجوع فيه رجوع فيه رجوع وفيه تغيير بهيطة الحبيب يمكن اه اه اتهى من ال اضمان او عم بيحاول انه فهذا هو اللي او بيين بالورقة كمان ومرا هاي الورقة التانية عم بيحلم في اه الاستقرار هو كان مبسوط في الهو انتقال من علاقة لعلاقة لكن عم بيكون بالفترة الجاي عم بيفكر بالاستقرار وعم ياخد قرار كتير قوي في هذا الموضوع إذن راجع لك على نية زواج ممكن يكون زي ما قلنا اللي هي أول شي رجوع في شهر تموز لكن الارتباط ممكن تكون في أشهر قادمة لكن فين هي للارتباط من الطرف الآخر خلينا نشوف إذا فيه نصيحة من الكون أو الهام ممكن يلهمنا في الصعيد على صعيد أو أكثر من صعيد نشوف شو الورق ممكن يطلع لنا لبرج الميزان برج الميزان بيقول لك أنت بيقول لك اطلع من الحال اللي أنت فيها حاول الاستشفاء حاول الاستشفاء من الطاقات السلبية اللي أنت فيها من الجروحات الماضية عشان تحصل على السعادة هذا الشرط الشرط أنك تطلع من هاي الطاقة السلبية اللي هي الطاقة ممكن تكون انتقام طاقة وبحكي لك أنك تكون متوازن بقراراتك بالفترة الجاي ممكن تكون متهور بشهر سبعة فبيقول لك لا كون أكيد من القرارات أو من الأحسن ما تأخذ قرارات في هاي الفترة إذا بيحكي لك اطلع من الطاقة اللي أنت فيها لأنه ما عم بيسبب لك إلا أنه يدخل أشخاص سلبيين ممكن تجذب أشخاص سلبيين إذا كنت كمان عم بيبشرك في فرحة في موضوع كنت عم تستنى فيه كتير فبيقول لك يعني ما تشغل بالك في صغائر الأمور يعني تطلع لبعيد شوي تطلع لبعيد يا برج الميزان وما تظلك تفكر في التفاصيل التفاصيل الأمور بالإشمال كتير حلوة والمصيحة كانت حلوة بالورق فشهر حلو لبرج الميزان نسبة 90% ممكن يوصل يعني من أحلى التوقعات اللي مرت فبتمنى لكم شهر كتير حلو حبايبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر